كلمتين مع زكي حسنين عمار شاب يتفجر حيوية ونشاط طالب جامعي من أكثر الوجيه المألوفة والنشيطة في كل الأنشطة الطلابية اللي اتيحها الجامعة لطلابها عضو في عدد من الأندية وفي نفس الوقت عمار قارئ نهم جدا وعمار صاحب علاقات واسعة جدا وصاحب حضور اجتماعي نشط وكمان عمار هو الولد المفضل عند أمه لأنه يسمع كلامها وما يكثر الاعتراض على طلباتها الكثيرة والغريبة وهو أول من يقوم يوصلها مشاويرها ويجيب لها احتياجاتها الله يبارك فيه عمار بعد مرور سنتين من دخوله للجامعة بدأ يحس أنه عمارة على وشك الانهيار تعب من كثرة الارتباطات والأشغال والله يعينه وفي وحدة من الفعاليات الجامعية قال المحاضر كذا كلمة كان لها مفعول السحر في قلب عمار ودماغه قال المحاضر وقتها وقتك ما يتسع لكل شيء لذلك رتبوا لوياتك وحياتك ما تتسع لكل الناس لذلك رتب الناس درجات ويومك ما يتسع لكل المشاريع لذلك أعطي مهامك رتب ودرجات وابدأ بالأهم قبل المهم عمارة اختلفت حياته بعد كذا وبعد المحاضرة الجميلة دي لأنه وضع الفكرة موضع التنفيذ الكلمتين طاقتك النفسية محدودة فاصرفها في الأهم ثم المهم وفأمان الله كنتم معه كلمتين مع زكري حسنين كليوم ترينا دولا